بفيديو سابق تعلمنا على طريق الضبط الإعدادات الخاصة براوتر تيبي لينك VR400 وبهذا الفيديو رح نتعرف على طريق الضبط إعدادات الـ IPTV الخاصة بهذا الراوتر هل هذا الراوتر بيدعم ميزة الـ IPTV؟ هل بيدعم بس الميزة عن طريق الـ Wi-Fi؟ بهذا الفيديو رح نعرفه خليكم معنا بالبداية أصدقائي بنتقل أي جهاز كمبيوتر عندي و بوصل الراوتر عليه عن طريق كابل الشبكة بدخل على أي مستعرض أنترنت عندي و عن طريق العنوان المعروف الدخول لراوترات التيبي لينك 192-168-1-1 تطلع لي واجهة البرمجة الرئيسية بأدخل الباسورد الخاصة بالدخول لبرمجة الراوتر واللي هي عادة بتكون admin ولكن بهذا الراوتر تحديدا أثناء ضبط الإعدادات بالأساس لازم توضعها كلمة سر قوية بعمل login تظهر عندي الواجهة الرئيسية للبرمجة بنتقل عن تبويب advanced متقدم ومن ثم بنتقل لعند network بأخد خيار الانترنت وبهذا المكان بضغط على عبارة add إضافة بعد ما عملت add بوضع إعدادات الـ IPTV بهذا المكان عندي الـ VBI بتكون 0 والـ VCI هي 32 بنزل لتحت شوي في عندي الانترنت connection type بوضعها PPPOE أما بالنسبة لليوزر نيم والباسورد بحصل عليهم عن طريق مزود خدمة الانترنت لعطاني ميزة الـ IPTV بنزل لتحت شوي عندي الـ default gateway بتركها متل ما هي وبضغط على عبارة save متل ما أنا شايفين نزلت الإعدادات عندي بهذا المكان 032 برجع بضغط على عبارة add الـ VBI بوضعها 0 والـ VCI بخليها 32 بنزل لتحت شوي وبالنسبة للانترنت connection type بوضعها بحالة bridge وبضغط على save منلاحظ أنه صار في عندي ثلاثة إعدادات للانترنت بهذا المكان بضمن تبويب النتورك بنزل لعند static route بخلي select one interface PPPOE 8 على 35 وبضغط على عبارة add بهذا المكان في بعض الأرقام بدي أوضعها مقدمة من مزود خدمة الـ IPTV عطونيها طبعا عندي هون بسوريا في عندي شركة libro وفي عندي شركة likey طبعا هلا رح حط لكم صورة بداخلها جميع هدول الإعدادات للشركتين بعد ما وضعت الأرقام اللي قدموا ليها مزود خدمة الـ IPTV وفي ملاحظة مهمة جدا أنه الـ gateway هون لازم أوضعها لحتى تنظاف معي هدول الأرقام بنتين اللي عند الـ interface ومنلاحظ أنه في عندي الـ interface الخاصة بالـ IPTV والـ interface الخاصة بالـ Internet العادية طبعا أنا أكيد رح أختار الـ interface الخاصة بالـ IPTV اللي هي 0 على 32 وهذا الخيار بخليه بحالة التفعيل ومن ثم بضغط على عبارة save وهيك بهاي الطريقة منكون انتهينا من ضبط إعدادات الـ IPTV براوتر الـ TP-Link VR400 اللي عندي طبعا في ملاحظة مهمة جدا يا شباب أنا سابقا إعدادات الـ Internet موجودة عندي هذا الراوتر مضبوط بإعدادات الـ Internet ولكن أنا هلأ ضفت إعدادات الـ IPTV عليه وهلأ بقوم بتشغيل برنامج الـ IPTV اللي موجود عندي المقدم من شركة likey وبجرب البث المباشر وكذلك الأمر بجرب مكتبة الفيديو ومتل ما شفنا قنوات البث المباشر ومكتبة الفيديو شغالة معي على جهاز الكمبيوتر عن طريق كابل الشبكة ومتل ما لنا شايفين يا شباب هذا الراوتر بيدعم ميزة بث الـ IPTV عن طريق الشبكة اللاسلكية وكذلك الأمر عن طريق الشبكة السلكية شكرا لمتابعتكم أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية شكرا لكم